موسيقى ورجعنا لكم في حلقات جمالك مع سارة المهدي رجعنا لأسئلتكم رجعنا لكل البنات اللي بتحلم بالحلم السحري للبشرة لعلاج مشاكل الشعر علاج مشاكل البشرة رجعنا النهاردة برضو في نفس المشكلة اللي بتواجه كل البنات والولاد لأنها للأسف مشكلة 80% من الشباب والرجالة والستيات والبنات والولاد كبار العمر والصغيرين كلنا بنحلم بشعر كثيف لا مع طويل صحي هو شعر زي شعر النجوم بنات كتير بتعاني من مشكلة تسقط الشعر بنات بتعاني منها عشان الشعر جفاف الشعر الخشونة التجعيد أسئلة كتير جت لنا الحلقة اللي فاتت في برنامج جمالك مع سارة المهدي بنات كتير بعتت لنا على الصفحة وبنات كتير كلمونا على الأرقام التليفونات الخاصة بالفريق الطبي واخدنا أسئلة كتير جدا من مشاكل الشعر مشاكل الشعر زي ما قلت لكم نفيه تسقط الشعر جفاف وهيشان الشعر والتأصف أول مشكلة بتواجه أي بنت في عمر العشرين دكتورة أنا شعري جاف وخشن مجعد هايش متأصف ليه؟ ليه لابنها ببساطة شديدة جدا اللي قبل سن العشرين السنينك دي كلها ماهتمتيش بشعرك ماهتمتيش بتغذية شعرك ماهتمتيش بالمعادن والبيتامينات اللي تكون موجودة في الوجبة المتكاملة اللي بتعتمد عليها غذائك أو وجبتك اليومية ماستخدمتيش منتجات صحية علاجية صحيحة معلش نقف كده عندي يعني إيه دكتورة علاجية صحية صحيحة كلنا بنستعمل منتجات كوميرشل منتجات تجارية بنشوف إعلاناتها بنجربها بس ما نعرفش إيه المواد الفعالة اللي موجودة في المستحضرات دي النهاردة أنا جاي أقول لكم لازم تدوروا على أي مستحضر لعلاج شعركه أو لو حتى للروتين اليومي لشعرك لازم أربع حاجات تكوني متأكدة هل هي موجودة في المنتج بتاعك أو لا أول حاجة لازم يكون المستحضر أو المنتج العناية الشعر بتاعي يكون حاصل على ترخيص وزارة الصحة ليه دكتورة حاصل على ترخيص وزارة الصحة لأن ببساطة شديدة وزارة الصحة المصرية ما بتسمحش بوجود أي مواد كيميائية ضارة في منتجات العناية بالشعر اللي بتضر الشعر زي إيه؟ زي كولوريد السوديوم كولوريد السوديوم يعني إيه؟ يعني ملحي الطعام زي سلفات السوديوم للأسف المادتين دول خطيرين جدا على الشعر هم اللي بيسببوا الهيشان والتجعيد والخشونة طب يا دكتور هل هي موجودة في منتجات العناية بالشعر؟ للأسف آه موجودة في أكتر من معظم منتجات العناية بالشعر اللي موجودة في السوق المصري يبقى إحنا لازم أي منتج لما يجي أستخدمه للعناية بشعري لازم أكون متأكدة أنه حاصل على ترخيص وزارة الصحة لازم أكون متأكدة أنه مكتوبة عليه السوديوم كولوريد فري أو سوديوم سلفات فري أو خالي من السلفات أو خالي من كولوريد السوديوم كل الكلام ده لازم يكون مكتوبة على المنتج ثالث حاجة وأهم حاجة أدور على مواد فعالة مهمة لبصيلة شعري والشعري يعني يا دكتورة لبصيلة شعرك والشعرك أنا هشرح لكم الموضوع ببساطة شديدة جدا الشعر للأسف مش حاجة واحدة هو بتكون من جزئين مهمين جدا هو جزء تحت فروة الشعر اللي هو في طبقات الجلد في الطبقة الأولى والتانية من الجلد اللي اسمها بصيلة الشعر كلنا عارفين بصيلة الشعر هي اللي بتجيب الإمداد الدموي اللي موجود في الدم بتاعي التغذية بتاعتي الفيتامينات والمعادن اللي موجودة في الوجبة بتاعتي أو في الغذاء بتاعي أو موجودة في المالتي فيتامين أو موجودة في المكملات الغذائية اللي أنا باخدها كل يوم ويبتدي يديها للشعراية اللي اسمها الهير شافت هي دي الهير شافت اللي طلعت برا سطح الجلد يبقى انا عشان اهتم بشعري لازم اعمل حاجتي اتغذى كويس واخد مكملات غذائية كويس والتاني حاجة انا لازم اهتم بالشعراية اللي طلعت برا سطح الجلد من خلال شامبو كويس لوشن او سيروم كويس ما استعملش سبغة كتير احاول احميها من العوامل الضارة والاكسادة اللي موجودة حوالينا لو كنت غير محجبة يبقى انا لازم احفظ على شعري من عوامل الاتريبة من الاكساديشن اللي موجودة في الجو من الصبغات الكتير من الفورمالين من المواد الضارة اللي موجودة في معظم منتجات العناية بالشعر طب لو كنت محجبة يبقى انا لازم اهوي شعر كتير مغطوش واكتمه كتير ولازم اكون بحافظ على الهير توتوريال بتاعي الهير توتوريال يعني مش كل يوم تسريحة سابتة مش كل يوم ستايل سابت في الحجاب البندانة الصعبة اللي انا بشوف معظم البنيات دايما المحجبات بيشتكوا دكتورا للأسف احنا مقدمة رأسنا بتادي التفضى ليه؟ نقعد ندور على اسباب كتير ما بنلاقيش غير سبب حاجة واحدة بس انا بشد شعري كتير قوي يا دكتورا بتوكى قاستك عشان اضمن ان شعراني متطلعش برا الحجاب وبلف لبندانة طبقه او اتنين وثلاثة تقدري تعملي تحكم لشعرك تحت الحجاب بس الطريقة مختلفة عن انك تضعفي او تعملي ضعف لبصيلة الشعر انها تطلع الشعر طب يا دكتورا ايه رقم اربعة اللي ادور عليه في المنتجات بتاعتي لازم تكوني بالدورة على مواد مغزية للشعر لمسامية الشعر من برا مسامية الشعر ده موضوع كبير جدا هتكلم عليه في حلقة الوحدة وهجيب كمان ناس من المتابعين والناس اللي بتتابع صفحة جمالك معصر المهدي هجيبهم يجربوا مسامية الشعر بنفسهم يعرفوا يعني ايه مسامية الشعر بس عشان احافظ على مسامية شعري بقى لازم استعمل منتجات مهمة لنوع شعري زي ايه زي اللوشن زي السيروم لازم تكون فيها مواد غذائية بتخترق مسامية الشعر عشان تدخل هير شافت يعني انا عندي تغذيتين تغذية بوصيلة شعري والتغذية التانية هي الهير شافت اللي هي الفورز مسامية شعري يعني ده اللي موجود فيه المنتجات الخارجية اللي بيستعملها من برا طب ايه المواد الفعلة او المواد الفعلة المهمة اللي لازم تكون فيه المنتجات بصوا اول حاجة هي الشي بوتر اللي هي زبدة الشي الكافيين اهم حاجة الكافيين انا فاكرين الحلقة اللي فاتت قلت لكم الكافيين ده مهمته ايه بيعمل استيميونيشن للبلوت سيركيوليشن ايه يا دكتورة استيميونيشن بلوت سيركيوليشن هي تنشيط للدورة الدموية طب هستفيد ايه لما اعمل تنشيط للدورة الدموية الدم يطلع كتير لبصيلة الشعر فبالتالي هيكون عندي غزة كتير فيتامينات كتير ومعادي موجودة لبصيلة الشعر يعني انا بديها تغذية بالزيادة بزود الامداد الدموية لبصيلة الشعر طب ايه تاني مواد فعلة دكتورة ندور عليها كل المواد الطبيعية زي الالوفيرا الصبار شايا باتر زبدة الشايا كمان ندور على الكنسينون ندور على حاجة اسمها الأوميجا 3 و 6 و 9 اللي هي الأحماض الدهنية مهمة جدا الفاتي أسد للشعر ندور على الأحماض الأمينية تدوشتكم مرة بايه هي الأحماض الأمينية لو الناس انترست قوي انها تقرأ السابليمنت فاكت او تقرأ مكونات كل منتج هتلاقوا في الأحماض الأمينية حاجة اسمها سستين لايثين ميثيونين أرجينين كل الأحماض الأمينية دي مهمة لتكوين كاراتين وكالوجين الشعر دكتورة صورة انت عاملت تكلمة عن مكونات كتير جدا في المنتجات هنقدر نلم كل ده هقول لكم انا ببساطة شديدة في رحلة البحث في السوق المصري عن المنتجات اللي فيها تتوفر كل الشروط دي هو منتج جروهير منتج جروهير في كل الكوندوشنز او الشروط اللي قلتها لكم حصل على ترخيص وزارة الصحة يحتوي على مواد فعالة طبيعية مش كيميائية خالي من السوديوم كولورايد خالي من السوديوم سالفيت وكمان فيه الكافيين والساو بالميتو والأحماض الدهنية الأوميجا 3609 والأحماض الأمينية سستين وليسين ومثينين وأرجينين وفيه كمان كاراتين وهايدرولايز كاراتين ايه دكتورة كل المكونات دي هل هي موجودة فعلا؟ طبعا موجودة فعلا لأن وزارة الصحة ببساطة شديدة مش هتدي ترخيص للمنتج ده ان لما تتأكد 100% ان المكونات والمواد الفعالة اللي موجودة في جروهير هي فعلا موجودة داخل العبوة بعد مراحل كتير من التحليل طب يا دكتور دلوقتي حضريك قلت لنا علاج الشعر طريقتين لازم أكون بغزي بصيلة الشعر كويس جدا ولازم كمان اهتم بالهير شافت اللي هي طلعت برا سطح الجلب طب الدكتورة ده هل بمنتج واحد؟ طبعا مش هينفع بمنتج واحد أنا لازم أكل كويس عشان بصيلة الشعر ولازم أخذ ملتي فيتامين لا استغناء لأي بنت أولك بعد سن العشرين سواء عندك مشكلة عدوية أو لا إنك تستغنوا عن المالتي فيتامين جروهير سحر طفرة جينية في الصناعة المصرية I'm proud of Egyptian products أنا بجد فخورة إن في صناعة دوائية دلوقتي في مصر المنتجات إحنا بندور عليها بنجيبها كنا بطرق شرعية وغير شرعية كنا بندور البنات دايما بندور على مادة الباوتين بنخش على صفحات مجهولة المصدر إيه ده الله ده فيه مادة باوتين جاي من أمريكا بجيبه ده فيه من ألمانيا بجيبه وبنجيب طبعا بأموال كتير جدا بندفع رقم خيالي في العبوة الوحدة وطبعا عشان أعالج شعري لازم أمشي على العلاج لمدة لا تقل عن ستة شهور عشان أبتدي أخد أو ألاحظ أني فيه نتيجة في شعري ابتديت إن أنا عالجت المشكلة وبتديت إن أنا أستمر على العناية في شعري هلأ أنا قدر ندفع المبالغ دي لأ ده منتج مصري المواد الفعالة مستوردة الباكيج مستوردة تأفيل هنا حاجة اسمها بريماكس يعني إيه بريماكس؟ يعني كل حاجة مستوردة بس عبناها هنا في مصانع مصرية عبناها هنا بإيد مصريين طب والنتجة يا دكتورة زي المستوردة 100% وأكتر كمان ليه؟ لأن هنا تحكمنا في إيه مشكلة الشعر بتاعت البنات كلها عندك نقص فيتامين A وC وE هنحط في جريوهير الجامز عندك نقص في البيتين البنات اللي بتحلم بالشعر الطويل عايزين نوصل يا دكتورة لطول شعرك عايزين يا دكتور يبقى شعرنا كسيف لامع عايزينه مش خفيف عايزينه تقيل هو مدة الباويتين ده سحر الشعر طب يا دكتورة هل ناخده بجرعات كتيرة وزيادة أنا عايزة أطول شعري بسرعة عايزة يبقى كسيف بسرعة أنا فرح يقرب قدامي شهر أو شهرين هل ينفع أخده بجرعات كبيرة؟ لا طبعا الجرعة اليومية المحددة من FDA WHO إن أنا ما يزدش عن 20 ألف مايكرو جرام اللي هو بتبقى في صورة وان تابلت أو وان جامز يعني ايه؟ يعني هنا القرس الواحد أو الجامز الواحدة الباويتين فيه تركيزه عشرة ألاف مايكرو جرام ودي بتبقى موجودة على الابطة وتقدري تقريها وتتأكدي وكمان بتبقى موجودة فيه مكونات المنتج بلاقي فيه فيتامين A وC وE وبيوتين وتعرفي تركيزتها وتعرفي كمان كم كالوري لان فيه بنات كتير كلمون يقولولي دكتورة الجامز ده يعني ايه قلتلهم يعني كاندي يعني يا دكتور نفكر فهل ده يفرق مع مرضى السكر طب هل ده يا دكتور هيزود في الوزن طب البنات اللي بتعمل دايت هل فيه مشاكل مفوش اي مشكلة لان الجامز الوحدة اللي جوه الشجر كود بتاعها اللي موجود عليها يكاد لا يزكر انت ليكي مسموح مع علاقتين سكر في اليوم فمفيش مشكلة ان انت تاخدي جامز اتنين وثلاثة جامز في اليوم مش هيبوزلك نظام الرجيم بتاعك اي دايت انت بتمشي عليه او اي نظام غذاء انت بتمشي عليه تخصيص مرضى السكر ميلة وش خالص مرضى الغدى الدرقية اللي عندهم هموط في الغدى الدرقية او خمول في هرمون الغدى الدرقية اللي هو الثيروكسين تي ثوي و تي فور مفيش اي مشاكل اللي انتوا تاخدوه يعني يا دكتورة مفيش اي ريستريكشنز او اي مشاكل احنا نعاني منها انا ماخدش البيوتين الجروهير الجامز مفيش اي مشاكل لانه ببساطة شديدة هو عبارة عن مواد طبيعية فعالة انت بتحتاجيها في غذائك اليومي لازم كل بنت كل يوم كده تعمل زي اناليسيس تحليل للوجبة اللي بتاخدها هل فيها الجرعة المزبوطة لتخذيها من بيتامين سي واي 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 وبيوتين وكولوجين وكيراتين هل دا كل دا موجود في الوجبة او الطبق بتاعك او الوجبة الغذائية بتاعتك للاسف احنا مش مية في المية ان اي بنت تقدر تغطي الكم دا مش هتقدر يتاخذي كل يوم 750 ملي جرام من فيتامين سي تاخذي 300 من الحديد ما تنسيش طبعا الزينك والاليمونيوم والكوبولت والبيوتين هتلاقي نفسك بتاخذي حبوب يعني اقراص لا اكل خضار كويس جدا اشرب مية كويسة جدا اكل فكهة كويس اوي اكل بروتين لان البروتين هو مكون من احماض امينية اللي بتدخل فيه تكوين الشعر وما تنسيش تاخذي مكمل غذائي لا استغناء عن المكمل الغذائي كل البنات اللي عندها مشاكل تساقط شعر عندها للأسف الشعر خفيف نحيف في بنات تقولي يا دكتورة هنا شعر كويس ومعنديش تساقط بس انا حسن شعري نحيف شعري نحيفة للشعر كسيف لشعر طويل امشوا على جروهير بايتين جامز من 3 ل 6 شهور مايقلش العلاج عن من 3 ل 6 شهور الجرعة المسموح بيها من 2 او 3 جامز في اليوم مش هنزود اكتر من كده لانه طعب وكاندي مسكر فكلنا بنفتكره زي الهاريبو او بنفتكره زي الجليكولا فبنبقى عايزين نينتك كمية اكبر لا للأسف مش هتكطري اكتر من 3 جامز لانه برضو ما تنسيش ان دي مولتي فيتامين غلط على الكبد فهو من 2 ل 3 جامز طيب احنا دكتر زي ما حريك قلت انه هو حاصل على ترخيز وزارة الصحة متوفر في الصيدليات طب لو انا حابة اكلم الفريق الطبي الارقام موجودة على الشاشة تقدر يتكلمي الفريق الطبي تغريدي مشكلتك ايه مشكلة شعرك لو عاملة تحليل تبعتي صورتها وبنبعتلك العلاج المناسب لشعرك لو حابة تطلبي المنتجات في اوفارات موجودة لدى الفريق الطبي تقدر يتكلميهم ويوصلك المنتج حتى البيت يعني يا دكتر ممكن اكلم من فريق الطبي دلوقتي اقول لهم انا عايزة جروه هير بايوتين جامز يوصلي ايوه اينما كنتي اين كان انت فين سكنة هيوصلك المنتج طب يا دكتر انا خدت الجامز ودلوقتي عالجنا بصيلة الشعر اديناها تغزية حلوة اوي اديناها فيتامينات كتير جدا اديناها معايدن اديناها حديد اديناها زنك وكده انا بقت البصيلة جاهزة تطلع شعرية صحية كثيفة طويلة ما فيهاش اي مشاكل طب الشعرية طلعت هنسيبها لا هو ده الجزء التاني من العلاج بتاعنا ان احنا لازم نهتم بالهير شافت اللي طلعت برا سطح الجلد اهتمام الهير شافت من خلال اللي انا قلت لكم الشامبو لازم تستخملهه من مرتين لتلات مرات في الاسبوع الشامبو يكون خالي من السوديوم كولورايد وخالي من السلفيت المادتين دول لو دخلتوا على جوجل سرش وكتبتوا ايه الاثاري الجانبية لمادة السوديوم كولورايد والسوديوم سلفيت هتتصدموا من كمية الدرر اللي انتو عملتوه في شعاركو على مدار السنين اللي فاتت للأسف المواد دي موجودة في معظم منتجات الموجودة في السوق المصري فليز لازم تاخدوا مواد تكون المنتجات تكون حصلة على ترخيص وزارة الصحة لان وزارة الصحة بتمنع دخول هذه المواد في تصنيع المنتجات العناية بالشعر طب يا دكتور دلوقتي خدنا حصل على ترخيص وزارة الصحة في مواد فعالة كتير في ايه طب ندور عليه تامي الشامبو بتاعنا لازم يكون في مرتبات كتير زي الشيابوتر زي البانثينول زي الألوفيرا زي فيتامين اي و ايو وحاجة مهمة جدا بنات كلها عرفاها وكلها بتعملها وبتحبها هو الكاراتين لي يا دكتور الكاراتين لاني الشعرية بتتكون من 80% كاراتين و20% بروتينات اخرى وكولوجين لما يكون عندي 80% من الشعر كاراتين يبقى انا لازم اعمل ايه لازم ادور على الكاراتين في مصدر خارجي في الشامبو بتاعي في السيران في اللوشان في الدهان اليومي في أمبولاتي يبقى انا الكاراتين لا استغناء عني يبقى لازم كل منتجات اللي استعملها للعناية بشعري او علاج مشكلة شعري لازم تكون محتوية على الهايدرولايز كاراتين طب ليه يا دكتور هيدرولايز كاراتين لان الكاراتين هو يعني كده حاجة اسمها بروبيرتز الخصائص بتاعته هاي موليكلر ويت يعني ايه يا دكتور يعني كبيرة جدا صعبة على مسامية الشعر او الكورز اللي موجودة في سطح الجلد او المسامية الجلد انها تمتص فلما انكسرها بطريقة اسمها هيدرولايز فتبقى هيدرولايز كاراتين انا كده كسرت الكاراتين لاجزاء صغيرة تبقى سهلة على طبقة الجلد الامتصاص يبقى هتمتص بسرعة جدا بتوصل لعامق الطبقات هتفيد بصيلة الشعر وفي نفس الوقت هتمتص من خلال مسامية الشعر فكمان الهيرشافت هتتغزى وهتتعالج البنات اللي بتعاني من جفاف وتأصف وخشونة وهيشان هو ده حلك لازم تجيبي البيوتين المكمل الغذائي عشان قلنا لازم يعني ايه؟ يعني لازم تغذي بصيلات شعرك بالغذى المناسب لشعرك بالفيتامينات المهمة من خلال الجامز اللي قلتلكوا عليها طب يا دكتور والشامبو هتستعملي جرو هير شامبو جرو هير شامبو هو حصل على ترخيص وزارة الصحة وكمان في كل المواد الفاعلة اللي قلتلكوا عليها فيه الكافيين فيه الهايدرلايس كراتين فيه الأحماض الأمينية السستين والليسين والمثيونين والأرجينين فيه الأحماض الدهنية اللي كلنا عارفينها اوميجا سري و سكس و ناين فيه الشيابوتر زبدة الشيال البنات كلها بتحلم بيها وتعدي تعمني مسكوات خميس وجمع عبارة عن زبدة شيابس موجودة في جرو هير شامبو موجود الألوفيرا موجود فيتامين اي و سي اي مضادات الأكسادة كلها موجودة اول شامبو في السوق المصري لا يسبب هيشان او جفاف اول مرة يجي لي فيدباك ان فيه حد بيكلموني بيقولولي يا دكتور احنا اول مرة نحس ان يشامبو بيعمل رطوبة يعني احنا عارفين اللي بيرطب الشعر هو البلسم هو الكنديشنر لكن ان شامبو يعمل ترتيب في هو دوت اللي بيأكد كلامي ان مواد السوديوم كولورايد و السلفيت مش موجودة في منتج جرو هير شامبو طب يا دكتور نغسل شعرينا كم مرة هما مرتين او ثلاث مرات في الاسبوع ماكسمن ما تزودوش عن كده طب يا دكتور انا غسلت شعري وخدت المالتي فيتامين زربويتين وغزيت بوصيلات شعري كويس قوي طب انا عايزة دهان يومي ليه جفاف شعري للهيشان للخشونة للتأصف هو اللوشن او السيروم هو اللوشن او السيروم طب ليه يا دكتور لوشن او سيروم فيه بنات بتعاني من خشونة شديدة جدا فبتحب تستعمل على شعرها سيروم في بنات بتقول السيروم مناسب جدا لشعري يا دكتور مش بحس انه بيلزق مش بحس انه بيعمل طبقة دهنية على الشعر فهنا بتستعمل للسيروم طب لو انا عايزة حاجة خفيفة على الشعر وتمتص بسرعة هو اللوشن طب انا عايزة حطها على شعري وبصيلة شعري اعملها كدهان يومي على بصيلة شعري وعمل لها مساج ينفع يا دكتور اللوشن ينفع طبعا اللوشن طب ممكن دكتور تقول لنا Grow Hair اللوشن هل هو حصل على ترخيص وزارة الصحة؟ حصل على ترخيص وزارة الصحة في مجموعة الأحماض الأمنية اللي قلت لكم مهمة جدا الشعراية في زبدة الشياء في القافيين في الألوفيرا في فيتامين A و C و E يا دكتورة كل المواد الفعالة دي موجودة في line Grow Hair أيوة هي موجودة في كل line في كل منتجات Grow Hair العناية بالشعر طب دكتور انت كده عليكت لنا الجفاف والتقصف والخشونة أو البنات اللي بتحلم بشعر طويل وكسيف ما عندهمش مشكلة بس هم عايزين يحافظوا على شعرهم يبقى للزيادة مش للنقصان يبقى للطول والكفافة مش للتجايد والخشونة والجفاف يبقى لحل كل بنت بتحلم بيه مش للأسف الشعر الهايش المتقصف المجعد وتساقط طب يا دكتور لو انا بعاني من تساقط شعر لو بعاني من فراغات نتيجة ان انا بشد شعري بالقاستك كتير التوكة بتاعتي فيريطاف على شعري قوي بلف باندانا زي ما قلت عن المحجبات بيشدوا قوي شعرهم تحت الباندانا طب يا دكتور للأسف تكونت فراغات بعاني للأسف فراغات كبيرة اتسحب شعري تسحب باندانت كتير قوي انا ممكن المصطلح ده جبته من المرضى اللي بيكلموني ويقولوا لي يا دكتور سارة شعرنا سحب كنت في الاول مش عارف يعني ايه شعرنا سحب لأ شعرنا سحب يعني ابتدى ان البصيلات الشعر تضعف فالشعرية بتتساقط ما بيطلعش مكانها فابتدي الفورهيت كلها او الجبهة كلها بتسحب لورا طب يا دكتور هل في علاج هل في سحر زي ما حررتك قلت يا سحر للناس اللي بتعاني من تقصف وهيشان وجفاف ايوا هو جروهير بايل الامبولات حصل على تخيص وزارة الصحة الامبولات سحر انا بجد فخورة ان في مواد فعالة بقدر نستوردها ونصنعها بالطريقة الهيلة دي ان انا انافس المستورد وكمان اسعاري غير تنافسية خالص انا اسعاري تكاد ان تكون لا تتعدى 10% من سعر المستورد ونفس يا دكتور النتيجة ايوا نفس النتيجة ونفس المواد الفعالة ونفس الباكتش كمان الباكتش يعني التغليفة او المنتجات جوه عمنا ازاي هو عبارة جروهير بايلز اامبولات عن 5 اامبولات كل اامبولة 10 ملي يعني تكفي معاك من 10 الى 12 يوم على حسب الاستخدام طب ايه يا دكتور الكاب الحلو البلاستيك دي دي بنستخدمها ازاي انت اتخذ الفايل ممكن شرحتها في حلقة قبل كده وبتشيل الوايت كاب دي طب هما ليه عامنين كده دكتور عشان يتأكدوا ان انت ما تهدريش ولا نقطة من المستحضر تتأكد ان يجروهير بايلز كل المواد الفعالة اللي فيه 100% انتصت من شعرك طب يا دكتور بنعمل ايه بعدها؟ بنشيل الوايت كاب دي ونبتدي نقلبها وابتدي انقض بيها على فروة شعري طب يا دكتور دي ايه اهمتها؟ بتتحكمي لو انا شلت الوايت كاب وقلبت الامبولة دي انا كل البنات هتقولي يا دكتور الامبولة كلها في مرة واحدة خلصت لا انت كده بتتأكد ان انت بتحطي فيو دروبس يعني نقطة بسيطة جدا عن فروة شعرك بتأكد ان انت ما هضرتش كمية كبيرة من المواد الفعالة ولا من المنتج بصراحة تكنولوجي حلوة قوي نانو تكنولوجي دي سحر ان انا احافظ على ان انا يبقى كين انا كشركة رويا الفارما اكون كين على اني حريصة ان المنتج ما يهضرش ان العميلة دفعت الفلوس استفادت بكل قرش دفعته في الامبولة ده بصراحة كين قوي على الكاستمرز وانا احييهم على التكنولوجي دي والباكتش دي طب يا دكتور الفايل دي العلب هو كلها بتكفي مدة قد ايه؟ بتكفي من شهرين وعشر تيام لشهرين وخمستاشر يوم طبعا اكوردنج اللي كسفت بشعر نستخدامك لو انت بتستخدميها ازيد من مرتين في اليوم طب يا دكتور بنستخدمها اقل مدة بنستخدمها قد ايه؟ مرتين في اليوم بنات عايزة تزوج 3 مرات فيش مشكلة بس ما زوجش عن 3 أربع مرات دكتور هل دي علاج لفراغات الشعر؟ لفراغات الشعر تسقط الشعر والصلع الوراثي يبقى أمبولات جروهير او جروهير فيلز هي مهمة جدا لعلاج تسقط الشعر لان فيها مواد فعالة انا قلتها كافيين وستين وراسين ومتيونين وارجينين طب خلينا كده قبل ما نطلع فاصل نقلوز او نقفل ونختم الفقرة دي دكتورة ايه هي الخطوات العناية بشعري؟ اول حاجة المالتي فييتمينز عشان بصيلات شعري فييتمينيات واحمد امينية ودهنية عشان اغزي شعري كويس قوي خلاص البصيلة بقت رادي بقت جاهزة انها تطلع شعر صحي احافظ على الشعراء او ما تطلع بشامبو مليء بالمواد الفعالة بالكافيين والمتيونين واللايسين والارجينين والشياباتر والالوفيرا وفيتامين اي و سي و اي كل ده ما موجود في الشامبو بخسر شعري من مرتين لثلاث مرات في الاسبوع وبعدها بحط اللوشن او السيروم جروهير اللوشن او السيروم بتحطيه مرة او مرتين في اليوم بتصرحي شعرك اذا كان هو منات دي اللي هو مش مبلول قوي ومش جاف او ممكن يتحط على شعر جاف عادي وتصرحي بمشت خشب في نوع تاني من الشامبو هو بالكرة والكافيين لو بتعاني من تساقط شعر واخيرا البنات اللي بتعاني من فرغات الشعر الولايد اللي بتعاني من الصلاع الورافي البنات اللي بتعاني من تساقط الشعر هو الحل الامثل اللي هيجيب لك نتيجة 100% من الاول اسبوع هتحس بتحسن هو جروهير بايل هتستخدم الامولات هتكفي معي قد يا دكتور من شهرين وعشر تيام لشهرين وعشرين يوم طيب يا دكتور الكورس الجميل ده امشي عليه مدة قد ايه من 3 ل 6 شهور علاج الشعر لازم ياخد وقته لان الشعراية لها دورة لها سايكل لازم اكون كين على ان انا ماشي على الالك صح اكون صبورة واستخدم المنتجات لدكتورة صرر المهد قالت عليها يا جروهير الحصة على ترخيص وزارة الصح هيشرفني في الفقرة الجاية البنات اللي بتحب بقى ايه تكاترة الدرماتولوجست الجلدية والتجميل والليزر طب دكتورة بقى احنا عايزين ناس متخصصة في العيادات بيعملوا ايه مشاكل الشعر ايه هي المشاكل الكتيرة طب هون هم بيكتبوا ده فرشتاتهم هو بعد الفاصل دكتورة ايا حسام وهي دكتورة الجلدية والتجميل والليزر اللي هتكلمنا عن مشاكل الشعر وايه اكتر المشاكل اللي بتقابلها في العيادات وهي بترشح إفرشتاتها للبنات اللي بتعاني من مشاكل الشعر ده بعد الفاصل ما تغيرش المحطة خليكم معايا في جمالك مع صارة المهدي موسيقى ورجعنا لكم تاني مع حلم كل بنت الشعر الكسيف الطويل للبنات اللي عندها مشاكل في شعرها البنات اللي عايزة تعالج مشاكل شعرها هنوفر لك في فترة الكورونا بدل مطروحي وتسألي وبشعار فتوصل للنتيجة البنات اللي جربت علاجات كتير واللي أسف ما جابتش نتيجة البنات اللي عندها مشاكل كتير النهاردة مشرفاني في جمالك مع صارة المهدي دكتورة آية حسام دكتورة الجلدية والتجميل والليزر خلوني أرحب بدكتورة آية ذاك يا دكتور الحمد لله تمام دكتور آية أنت منوراني النهاردة وبنات كتير منتظرة دكتورة آية دكتورة هي جلدية متخصصة في علاج مشاكل الشعر خليني يا دكتور دايما أبدأ الحوار بإيه هي مشاكل الشعر المرضى اللي بيجوا لحضرتك بنات أو ولاد إيه أكتر المشاكل اللي بتواجه شعرهم أولا في العيادة عندي يوميا يعني عنديلي بيزيس في مشكلة يعني متكررة جدا هي تساقط الشعر حتى هي بتحصل معنا إحنا كده كترة عموما بس إحنا الفرق إن إحنا بنلحقها أول ما تحصل البنت بيجيلي بيبقى شعرها متدمر خالص تساقط وخشونة وتأصف وكل حاجة أول حاجة لها شقين الشق الأول إحنا بنعمل التحليلات المطلوبة صورة دم كاملة فيتامين دي الثيرويد جلاند الهرمونز بتاعتها لما بنتطمن على الجزء ده بنبص بقى على يعني بقول لها أنت التغذية بتاعتك عاملة إيه إيه المالتي فيتامينز اللي أنت بتغذيها لازم البنت بعد سن العشرين لازم أساسي تاخد مالتي فيتامينز بايوتين فيتامين دي الحاجات دي كلها الحاجات دي كلها هي الأساس بتاع الشعر يعني كده دكتورة آية بتأكد المعلومة اللي قلتها لكم أن غزى الشعر من بصيلات الشعر والهيرشفت يعني أنا المفروض يا دكتور عشان أعالج شعري بعمل حاجتين لازم أاخد مالتي فيتامين ولازم أستعمل منتجات لشعري ماينفعش حاجة بديل حاجة لأ إحنا بنمشي خطوة خطوة أول حاجة المالتي فيتامين ده أورال علشان الغزى يبقى من جوة الشعرية تتغزى من جوة وبرضو لازم الحاجات التوبيكال اللي بتتحط على الشعر زي الأمبولز والفايلز واللوشن والحاجات دي لازم تبقى يعني التغذية تبقى دابلد فروم إنسايد اند فروم داوتايد يعني دكتورة آية بتقول لكم علاج الشعر مش هيبقى بشامفو بس مش هيبقى بفايلز بس مش هيبقى بلوشن بس هو هير كير روتين طب دكتور آية الهير كير روتين يعني فيه بنات كتير بتبعتلي أسئلة بتقولي دكتورة سورة هو أنا أعالج إزاي شعري طب دكتورة إيه الهير كير روتين أعمل إيه كل يوم وأعمل إيه أسبوعا وإيه أعمله شهرا عايزك يتبسط لهم يا دكتور الهير كير روتين عندنا يعني مش لازم إن انت تبقي طول الوقت شدة شعرك جامد بلتوكا أو واتفر بتربطي بإيه البنات المحجبة لازم الشعر يبقى لوس تحت الحجاب سايب زي ما بنقول باللغة العامية مش لازم يبقى مجدود جامد قوي لو تشد جامد جدا دي هي دي المشكلة الشعر فعلا بيبوز من قدام أنا وسحب الشعر فعلا بيسحب من قدام الحتة دي كدها المناطق دي كلها بتفضى لازم الشعر يبقى لوس تحت الحجاب أنا دلوقتي لابسة الحجاب فيه سايباء يعني ربطة خفيفة خالص وفوقي البندانة وفوقيها الطرحة علشان اللي بيقولوا ان الطرحة بتتزحلق أو كده يبقى كده يا دكتور دكتور آية بتقول لكم اليومية في الهير ستايل بتاعكم ما تربطوش شعركوا جامد البنات ما تربطوش الحجاب كامل طب يا دكتور يعملوا ايه كمان يومي؟ لازم المالتي فيتامين لازم ده أساسي بعد سن العشرين وطبعا الأمهات والبنات الحوامل والأم اللي عندها أطفال كده كده الجسم بيفقد القدرة على انه هو يتوليريت الفيتامينز أولا اللي ده خلاله وانه هو يفرز أصلا أي حاجة طبيعي في الحمل والرضاعة هي فقدت كمية من الفيتامينز بنفقد حاجات كتيرة جدا فأنا لازم أمد الجسم بالمالتي فيتامين يوميا جرعات مناسبة طبعا احنا مهما كلنا ومهما خدنا فروتس وفاجتبلز والكلام ده مش هيبقى كافي للجسم اللي محتاجه وطبعا والشعر والبشرة وكل حاجة فلازم هناخد مالتي فيتامين بعد سن العشرين تمام يا دكتور يبقى كده في اليوم بتاعنا نتغذى كويس ما نسرحش شعرنا بطريقة غير صحيحة ما نربطش شعرنا البنات المحجبات أو الغير المحجبات بطريقة هارد أو بطريقة صعبة ونازم ناخد المالتي فيتامين طب يا دكتور يخسروا شعرهم كام مرة في الاسبوع أنا بفضل انه يبقى من مرة لمرتين في الاسبوع طب يا دكتور الشامفو اللي يستعملوا يكون ايه؟ اي حاجة ما فيهاش سالفيتس ما فيهاش كاميكالز كتير فيها حاجات ناترال زي الشي بوتر زي الأوميجا 3 و 6 و 9 اي حاجة فيها يعني فيها الحاجات الطبيعية اكتر طبعا البنات اللي بتعمل الكيراتين اللي هو الكرياتين يعني والبنات اللي بتعمل اللي هو بيبقى فيه فورمالين الفرد والفرد والسبغات وحنة فرد والكلام ده كله الكلام ده كله مدمر للشعر وهو الشعر اصلا بيبقى مش ناقص تدمير زيادة بسبب العوامل الجوية والملوحة اللي في المية اصلا بنخسل بيها شعرنا والكلام ده كله فاحنا لازم نحافظ على الشعر انه هو يبقى صحي من جوه ومن برا من جوه عن طريق المالتي فيتامينز انه انا بمد الشعراية والبوسيلة بكل الفيتامينز اللي هي محتاجاها علشان تكبر وتطلع الشعراية صحية healthy hair وكمان من برا الحاجات التوبيكال بقى الشامبو واللوشن والحاجات التانية اللي احنا الفايلز الأمبولز الحاجات دي برضو الأمبولز المفروض ان احنا نستخدمها مرة او مرتين في اليوم مرة الصبح ومرة بالليل مع مساج خفيف كده لفروة الراس طول ما انت قاعدة حاولي تعملي مساج لفروة الراس عشان السيركليشن بتاعت البلود البلود سبلاي يوصل لكل الهير فوليكلز اللي موجودة وتبقى واخده الغذاء اللي هي محتاجة يعني انا كمان واخده ملتي فيتامين فيه تغذية حلوة جدا فيه فيتامين زو معادن وكمان باخده في الغذاء اليوم بتاعي وكمان هعمل بلود سيركليشن يعني انا بقول لبصائلة الشعر انت لازم تمتصي الغذاء والوفير من الفيتامينات والمعادن لازم توصلي انك تطلعي شعرية صحية طب هل يا دكتور فيه منتجات حضرتك بتكتبيها للمرضى طوعك او فرشتات هل تحتوي على الكوليكشن الحلو ده الفيتامينز والعملة قليانة دي اه يعني انا فيه منتجات فعلا البنات جابت معهم نتيجة حلوة جدا اهم حاجة ان هي ديبقى المنتج من وزارة الصحة واخد التصريح من وزارة الصحة لان انا شفت في العيادة عندي يعني كمية منتجات غير معلومة المصدر طبعا انا ما بكتبهاش عموما بس البنات بتبقى جاية بقى مستعملها مستعملها ده ما بتبقىقوله يا دكتور احنا من صفحة كذا جبنا منتج كذا لا 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 الكلام ده كله طبعا مش مناسب للشعر بتاع البنات اهم حاجة تبص على اللعبوة تصريح وزارة الصحة دي اهم حاجة بالنسبة برضو للمنتجات اللي انا عبرشحها بيبقى فيها الناتشرال كومبوننت زي الشي باتر زي الاميجا سري سكس ناين الحاجات اللي هي الاحماد الامينية والدهنية الحاجات اللي هي بعيدة عن الكاميكالز اي كاميكالز انا بحاول ابعد عنها عموما عندي في العيادة كل الصناعة يا دكتور دلوقتي ابتدت تبعد عن الكاميكالز وابتدوا يتوجهوا لي اللي بيتقال عليها الاروماثيرابي اللي هي الناتشرال انجريد بزا بزا فهل كل المواد دي موجودة في جروهير موجودة طبعا وانا عملت عليها التشيك بنفسي انا لما جبتها في الاول انا مكنتش مصدقني دي برودكت مصري بصراحة الباكتجينج انا افتكرتها جاية من برا بس انا فرحت جدا واتبسطت جدا ان لقيت المستوى ده والباكتجينج والفينيش النهائي حاجة فعلا فخر بلدنا منتج مصري الواحد والله انا كنت مبسوطة جدا من الشكل العام انا يا دكتور نفسي انا لما شفت المستحدة انا جربتها انا من الصعب جدا انا كمتجربتها على فكرة انا برضو يعني انا فرق معي البالتين لا انا مش اي حاجة بجربها او كده بس دي حقيقي حسيت فعلا ان هي حاجة لا بجد وحاجة يعني كده مش الحاجات اللي انا بسمع عنها من البنات عندي هل يا دكتور ان منتج روهير وصل انه ينافس المنتجات المستوردة في الفاعلية وفي الباكتجينج من وجهة نظري وصل بنسبة 99% ما شاء الله ده نسبة حلوة جدا ان البنات تستعمل منتجات نتجتها توصل نتجة المستورد فهل يا دكتور كمان السعر زي المستورد لا ما هو الاهم حاجة بقى السعر يعني احنا برضو البنات بيبقوا لسه في بداية حياتهم وكده لازم السعر يبقى مناسب وبعدين انا انا كدكتور يعني كورينت لقيتها حاجة جدا والاسعار بالنسبة للفاعل اللي جوه انت حديك لو بسيتي على الكمبوننت اللي جوه هتلاقي حاجات فعلا غالية وفعلا انت بيجي بيها من بره يعني مش اقل من 200 دولارز يعني حاجات اكتر من غالية غالية جدا 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 انا في منتج مولتي فيتامين انا كثيرا كنت بجيبه انا كنت بستخدمه ب1000 جنيه بالزبط انا كنت بستخدمه انا لما الناس يقوليلي طب استعميني ايه ببقى مش حارف اقولها طيب بتتسفي تقولي ان فيه ناس مش بتقدر تشتري الشلام ده فانت بتقولي اه يعني بحاول اجيب حاجات كويسة انا عن نفسي كدكتورة ما كنتش بقولها الحاجات اللي انا بستخدمها ان هي فعلا كانت غالية بس بصراحة بعد الجروهير لا يعني الموضوع اختلف بقيت بجيبها على طول السعر كويس بقولها لكل البنات على كل المستويات مناسبة لكل المرضى لكل الاعمار والكل المستويات فدي حاجة كويسة جدا بصراحة يعني الشركة يعني انا بالنسبالي اي ريكماند نومبر وان عندي في العيادة جروهير طيب دكتور انا كمان انبساط ان جروهير موجود جامز يعني دي حاجة دي اللي حاجة عاجبة البيشنت عندي بتقولي انا بابا عايزة ااخد كتير اقول لا لأ يعني انتي واحدة بالليل واحدة الصبح ده اناف جدا الكمبوننس بتاعتها مناسبة جدا لجسمك متعبام سكرة ومشهعة انا نفسي جربتها انا بابا عايزة ااخد انا ولادي صغيرين بابا عايزين ياخدوا بس بس طبعا يا دكتور اني يبقى كاندي بنات بقى اللي بتجيلي كتيركي دكتور اصلا انا عندي مشاكل من مالتي فيتامين بحس ان انا عايزة ارجع معلش بتعملي مشاكل في المعدة دي انا برضو انا على فكرة انا عندي مشاكل في المعدة من المالتي فيتامين ممكن لو خدتها مثلا على معدة فضي او كده اتعب لكن انا لما جربت دي بسي واخدها على اكل واخدها من غير اكل انتي مش هتحسي باي حاجة كأنك خدت جامي اذا ديزيرت كده الصبح بمبوني بالزبط بمبوني طعمه جميل ومش انا بقيت بدور على الدوز بتاعتي ايه ده انا خدت النهار ده طب ااخد تاني يعني على طول بابا عايز ادور على الدوز بتاعتي لان هي طعمها جميل جدا طيب هي دكتورة ايا ببساطة شديدة جدا قالت ان منتجات جروهير كويسة جدا لعلاج مشاكل الشعر ودكتورة ايا مصررة على ان مكمل الغذائي جروهير البعيدين الجامس لازم تاخدوه يوميا من 2-3 جامس وطبعا مع وتأدير كامل لان دي صناعة مصرية بمواد فعالة مستوردة واند باكتج مستورد اسعار تنافسية لكن هي مش بتنافس المستورد في التنافسية متنافسية ان كل مريض مصري كل منت وولد يقدروا يشتروا منتجات جروهير طب دكتورة ايا لو جات لك مريضة في العيادة وقالت لك انا عندي مشاكل تساقط شعر رشدة حضرتك بتبقى عبر عني اول حاجة نبعد عن الاسترس يعني دي نومبر ون لو طبعا ما فيش حاجة في السيولوجيك اللي هو اللي عملنا التحليل والدم الحديد كويس وكل الفيتامينز المزبوطة والهرمونز هنبعد عن الاسترس هناخد بقى نبتدي نعمل دي روتين اول حاجة هنخسل شعرنا في الاسبوع مرة او مرتين بالشامبو بتاع جروهير ده طبعا يعني كفاية جدا مش لازم نخسل شعرنا المياه الكتير برضو بتأثر هناخد المالتي فيتامين مرة الصبح ومرة بالليل ده برضو فيه including all الفيتامينز ثالث حاجة بقى اللي فعلا قصرت معي أنا في شعري شخصيا الفيلز الأمبولز مرة الصبح ومرة بالليل دي بس لازم المساج لازم اتأكد ان كل الاسكالب شربت المعادة فعالة بالظبط لازم تكون شربتها كده وتخلالت البصيلات والشعر متصوا دي اهم حاجة في دهان يا دكتور بقى للشعر بالنسبة لناس اللي بتعاني من جفات بالظبط ده للناس اللي هي عندها هيشان مثلا أو لما بتطلع من البحر وكده الدنيا بتبقى نحن ذخين على الصيف وكده فالها هيشان وكده فيه اللوشن ده تحفة فعلا أنا جربته شخصيا برضو حاجة يعني تضاهي الحاجات اللي أنا كنت بجيبها من بره دكتورة أية بتقول لكم لو كنت بتعاني من جفاف أو تأصف أو هيشان أو خشونة أو تساقط الحل الأمثل الذي لا بديلة لهم من كل scientific ingredients اللي فيه أو المواد الفعالة اللي فيه عبارة عن فيتامينز A وC وE عبارة عن أحماض أمينية ودهنية مواد فعالة حلوة جدا لعلاج الشعر طب يا دكتور أية هل ينفع أنا أستعمل المنتج أسبوع أو أسبوعين أو أنا المفروض أمشي على الرشدة بتاعت حضرتك مدة قد دي لا هو إحنا خلينا متفقين إن منيومم علشان حاجة تجيب للشعر يعني نتيجة ست شهور يعني ما يبقاش أنا عم بوزة الشعر فترة طويلة جدا ما بقى مستعجلة أنا عايزة سندريلا في شهر ده مش هينفع مع الشعر والبشرة عموما لازم أدي له بروح كده ست شهور إنه هو نستنى الإفاكت عشان يظهر كويس وبعدين عموما ده لازم يكون لايف ستايل بقى أنا الشامبول البعيد عن الصلفاء اللي هو اللي بيعمل ربه كتير لازم أخصر شعر بشامبول بس هبعد بقى عن الحاجات اللي هي الكميرشل شوي ده حاجة طبي ميديكال زي ما قلنا مرة مرتين في الأسبوع الفايلز والحاجات دي دي بقى لازم لايف ستايل بقى يعني خلاص عشان يبضل شعري طويل وكسيف ويبضل شعري على طول محتاج للحاجات دي هو الشعر مش بياخد احتياجاته ست شهور وخلاص هنقفل على كده يكمل بنفس الهلث دي لأ إحنا عايزين شعر هلثي طبيعي مش طبعا بعيد عن كل الكاميكالز فلازم نكمل عليه إن شاء الله وهو مالوش أي سايد إفاكت يعني نخاف منه مفيش طبعا ناتشر الجريدي جانت بتاكلي خضار كل يوم بتاكلي فكها كل يوم بتحطي فيتامينات بعد سنة عشرين بتتوقف إفرازها ليا زي الكيرتين والكولوجين فإحنا بدأتطر إن إحنا ستخدمها توبكل نعوض الاتقصر منها نعوض الكمية اللي فقدناها نتكتل السترس والاكسيديشن والعوامل اللي موجودة حوالينا جروه هير دكتورة آية بتقول إن هو حاصل على ترخيص وصارت الصحة منتجات هيلة جدا فعاليتها حلوة جدا لازم تمشوا على الكورس من 3 ل 6 شهور لا يقل عن 6 شهور لأن فعلا عمر الشعراية أو الهير سايكل نفسها بتاخد من 3 ل 6 شهور فعشان أخذ بالي أو ألاحظ إن في نتيجة لازم أمشي لست شهور ونكمل ولازم نكمل طبعا طب يا دكتور هل يعني أنا بستنى 6 شهور وشوف نتيجة ولا أنا بحس بتحسن من الأول لا طبعا وانتي ماشية في الهير روتين على طول داي باي داي انتي بنفسك وانتي بتسرحي هتشوفي كمية الشعر اللي كانت بتتفقد قبل كده يعني أنا عن نفسي كنت في البيت بخليها أركنها على جنب حاجة على جنب في الدرج واشوف بعدها بإسبوع لا كنت بلاقي فعلا الكمية بتقل دي حاجة كانت نفسيا بتساعدني جدا يعني كنت بحسن آه الحمد لله أنا كده دخل حسن أنا دخلها مسابقة وبكسب دكتورة آية حسام النهاردة كانت منوراني في فقرة جمالك مع صارة المهدي دكتورة آية هي دكتور الجلدية وتجميل وليزر قالت ان منتجات الشعر جروهير هي منتجات خيالية وهمية من نتجاتها لكل المشاكل الشعر بتقابل البنات والولاد إذا كنت بتعاني من فراغات إذا كنت بتعاني من الصلاع الوراثي بتعاني من هيشان أو جفاف الشعر فانت عند كلاين كامل هير كير روتين تستخدميه كل يوم الشامبو والباوتين الجميز اللي هي الأقراس أو المكملات الغذائية وي اللوشن وي كمان الأمبولات الفايلز وتكلمنا عن كل المواد الفعالة اللي موجودة نورتين يا دكتورة آية وحب أقول لي كل المتابعين جمالك مع صارة المهدي كل يوم فيه جديد وجديد لو عايزين تطلبوا منتجات جروهير هي نمر الفريق الطبي موجودة على الشاشة تقدروا تكلموه وتقولونهم إيه المشاكل بتاعتكم هو فريق كله دكتورة مدربة على أعلى مستوى لعلاج مشاكل الشعر تقدروا تكلمو الهوتلاين أو تكلمو الأرقام الموجودة على الشاشة للحصول على منتجات جروهير أنا مبسوطة أن أنا بتكلم عن منتجات صناعة مصرية صناعة بلدنا بجد لازم كلنا نبقى براود للبراودكس المدين إيجبت الصناعة المصرية وكمان بفاعلية بتنافس المستورة نورتوني بمتابعتكم النهاردة في جمالك مع صارة المهدي استنوني في حلقات أكتر وأكتر ومشاكل بتقابل أي بنت تخص الشعر أو البشرة والحل مع جمالك مع صارة المهدي أشوفكم على خير باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة